بهدف الوقوف على أبرز المستجدات العلمية والعملية المتعلقة بأمراض النساء وجراحتها افتتحت الجمعية صورية للمولدين والنسائيين مؤتمرها العلمي الرابع عشر وذلك في فندق الداماروز بدمشق دائما نحن نعمل نحو الأفضل حتى أطباءنا ولده جهزناهم وقلنا لهم للعالم هاي نحن العلم رح نعلمكم الجديد اللي عنا لذلك أنا بقول للعالم كلهم أنه سوريا ولادة وبيكون مستمرين بجهود أطباءنا وتدريبهم وتأهيلهم وإعطاءهم العلم المتطور نحن دائما نقول للعالم نحن الأول وما رح نكون غير الأول حقيقة المؤتمر بتناول أحدث المستجدات في مجال النسائي والتوليد وكان مقسم لعدة جلسات أهم جلسة إلى علاقة بالعلاج بالخلايا الجزعية للعقم لطب الجنين والوراثة هو محطة مهمة لتبادل المعلمات والاطلاع على الخبرات والمستجدات في العلوم النسائية وتطبيقها على أرض الواقع مما ينعكس إيجابا على الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين دائما المؤتمرات تسمر عن إضاح المستجدات العلمية الحديثة ووضع النقاط على الحروف في بعض البروتوكولات اللي مجبر الإنسان أنه يتخذها أو يمارسها في الآفات المستجدة جملة من المحاور تناولها المشاركون والتي كان أبرزها تسلط الضوء على الأفاق الجديدة في المعالجة بالخلايا الجزعية ومعالجة المبيض متعدد الكيسات فضلاً عن أساسيات الجراحة الورامية النسائية كما رفق المؤتمر معرض لتجهيزات الطبية والدوائية صلت الضوء على نشاط المؤسسات الصحية والدوائية وتم تكريم الأطباء المتميزين طبعاً نحن بهذا الموضوع نهدف لأنه نرفع سوية المستوى العلمي ونظل محافظين على موضوع التأهيل والتطوير المستمر في العلم وتبادل المعلومات مع الجامعات والبلد الأخرى هذا يرفض الجيل الصاعد من الأطباء الزملاء اللي يتهيأوا للاختصاص بأحدث ما توصل إلي العلم والخبرة من مواضيع يتعلموها ويتدربوا عليها هذا المؤتمر هو لنقل كل ما هو جديد في العالم وفي الوطن العربي من العلوم المتعلقة بكل ما يخص النسائي والتوليد في كل ما تقدمنا وهي نقل حتى التجارب الشخصية على مستوى الوطن السوري وعلى مستوى المشافه الخاصة مؤتمر علمي نوعي تناول أهم المقترحات التي من شأنها رفع سوية الأطباء لضمان تقديم أرقى مستويات الخدمة الطبية الوقائية في مجال الصحة الإنجابية ما يشكل رسالة إصرار على العطاء رغم كل ظروف